اليوم درسنا في مادة الاجتماعيات للصف الثاني عن احترام الآخرين وتم اخذ الدرس في الاسبوع السابق لجميع الشعب الصف الثاني سنقوم بمراجعة الدرس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ما معنى يوقر؟ يحترم يحترم الكبير ويرحم الصغير لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث النبو الشريف أمرنا بالعطف على الصغير واحترام الكبير إذن احترام الكبير واجب احترام الكبير هو واجب ما فوائد الاحترام؟ أو لماذا نحن نحترم الآخرين؟ أول إشي لما فيه أجر وثواب من الله سبحانه وتعالى إذن الإنسان يكسب الأجر والثواب من الله تعالى اثنين نشر المحبة والألفة بين الناس نقوم بنشر المحبة والألفة بين الناس عند احترام الآخرين نأخذ الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى وننشر المحبة والألفة بين الناس والاحترام هو أحد الأخلاق الحميدة ما معنى كلمة الحميدة؟ الحسنة التي يتميز بها الإنسان الاحترام من الأخلاق الحسنة التي دعانا الإسلام إليها ويتميز بها الإسلام واحترام الآخرين معناه قدرتنا على العيش مع الناس بتفاهم وسعادة ومحبة أنك تستطيع أنك تعيش مع الناس ولكن أنك تتفاهم مع الناس وتكون سعيد وأنت تتعامل مع الناس وتعيش معهم وبمحبة والاحترام زي المرآة يعكس سربية الإنسان وأخلاقه صور الاحترام صور الاحترام مطلوب منه صور الاحترام ومثال على كل صورة من صور الاحترام أول صورة للاحترام هو عندما أنا أحترم نفسي كيف أحترم نفسي وذلك بالالتزام بالأخلاق الحسنة ومحاسبة نفسي على أي خطأ أقوم به ثاني صورة من صور الاحترام احترامي لوالدي وأفراد أسرتي كيف أحترم والدي وأفراد أسرتي من خلال أطيع والدي وأساعدهما وأتعامل بأدب مع إخوتي وإخواتي الكبار وأعطف على الصغار احترامي لمديرتي ومعلمتي من خلال الالتزام بالتعليمات والتصرف بأدب والاجتهاد في الدروس احترامي لأصدقائي أتعامل معهم بأدب وأساعدهم إذا احتاجوا للمساعدة احترامي لأقارب من خلال أزورهم وأشاركهم في أفراحهم وأحزانهم احترامي لكبار السن رعايتهم وتقديم المساعدة لهم واحترامي لجيراني إني أزورهم وأشاركهم أفراحهم وأحزانهم هنا تم أخذ احترامنا لأفراد الأمن العام والدفاع المدني في الدروس السابقة وذلك من خلال مساعدتهم وتقدير جهودهم التي يقومون فيها بالمجتمع إذا احترامي لنفسي احترامي لوالدي وأفراد أسرتي احترامي لمديرتي ومعلماتي احترامي لأصدقائي احترامي لأقاربي احترامي لكبار السن واحترامي لجيراني واحترامي لأفراد الأمن العام والدفاع المدني هذه الصور الاحترام وكيف نكون نحن محترمين من خلال هذه الصور في الصفحة التالية نصائح تجعلنا نحقق احترامنا لنفسنا وللآخرين مثال القاء السلام على من نقابله نوقي السلام أنصط يعني أستمع باهتمام عندما يتحدث الآخرين أساعد أفراد أسرتي في الأعمال المنزلية أيضا واستأذن قبل الدخول على الآخرين يجب الاستئذان عند الدخول على الآخرين واستأذن قبل أن أأخذ شيئا من أحد وإذا احتجت أي مساعدة أقول من فضلك أو لو سمحت تم شرح ورقة العمل وأخذها من خلال التصرفات المناسبة نضع لها الوجه الضاحك والتصرفات غير المناسبة نضع لها الوجه الحزين ورقة عمل أربعة أول سؤال فيها املأ الفراغ بالكلمة المناسبة فيما يلي يجب علينا احترام والآن سنقوم بحل ورقة عمل رقم أربعة املأ يا صديقي الفراغ بالكلمة المناسبة فيما يلي واحد يجب علينا احترام الآخرين لأن في ذلك بما معناه ما فوائد الاحترام أو لماذا يجب علينا احترام الآخرين أولا أجر وثواب من الله تعالى المسلم يكسب الأجر والثواب من الله تعالى نشر المحبة والألفة بين الناس نشر المحبة والألفة بين الناس احترام الآخرين معناه قدرتنا على العيش مع الناس بتفاهم وسعادة ومحب الإنسان يعيش مع الناس ولكن بتفاهم وسعادة ومحبه سؤال الثاني اذكر مثالا واحدا على كل نوع من أنواع الاحترام فيما يلي أول صورة من صور الاحترام احترامي لوالدي وأفراد أسرتي من خلال أطيع والدي وأساعدهما وأتعامل بأدب مع إخوتي وأخواتي نين احترامي لمديرتي ومعلمتي من خلال الالتزام بالتعليمات والتصرف بأدب وأشتهد في دروسي ثلاث احترامي لكبار السن من خلال رعايتهم وتقديم المساعدة لهم أربعة احترامي لأفراد الأمن العام والدفاع المدني من خلال مساعدتهم وتقدير جهودهم ودمتهم بألف خير